صباح الخير على أهلنا الصامدين في قطاع غزة وفي كل أرجاء فلسطين خمسة أسابيع مرت على واحدة من أبشع جرائم الحرب في تاريخ الإنسانية اللي بترتكب في قطاع غزة حرب همجية بكل المقاييس كشفت عن تطرف الحكومة الإسرائيلية تجاه أصحاب الأرض الأصليين اللي بتمسكوا بأرضهم في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية اللي عجزت حتى الآن وستظل عاجزة عن النيل من قوة وصلابة وتماسك أهلنا في قطاع غزة درجة الجنون وصلت لحد وزير إسرائيلي وهو السيد إلياهو وزير التراث بيطالب باستخدام القنبلة النووية لمحو الفلسطينيين من وجه الأرض في قطاع غزة الولايات المتحدة الأمريكية المجتمع الغربي أطلق يد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين يتنياهو لتحقيق هدفه المستحيل بأحداث نكبة جديدة وتهدير الفلسطينيين وطبعا دي من أحلام الدولة الإسرائيلية نها فيهم الأيام تقدر تعمل ده جمال بكل تأكيد يا محمد يمكن حتى لو هنتكلم تحديدا عن الواقع اللي ذكرتها وهي ذكر وزير التراث الإسرائيلي عن احتمالية استخدام القنبلة النووية في قطاع غزة يعني حتى هذا التصريح لقراءات عديدة الحقيقة فتحت أبواب كتير جدا على الكيان الإسرائيلي يعني هناخد حضراتكم طبعا في قراءة عن هذا الموضوع خلال حلقتنا لكن هنرجع مرة أخرى لفكرة قضية التهجير أو فكرة تهجير الفلسطينيين أو حتى تصفية القضية الفلسطينية اللي بالمؤكد هو هدف مستحيل ومخطط أفشلته الدولة المصرية منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة الحقيقة أنه كمان الدولة المصرية قدرت أنها بكشف وفتح هذا المخطط وفرده كده أمام العالم وأوضحنا أنه المخطط مفهوم وواضح أخذ الموقف والوضع لمستوى آخر تماما دولة المصرية فرضت وتحدثت عن استحالة تصفية القضية الفلسطينية وأثبتت موقفها ورؤيتها في هذه الأزمة واللي بتتلخص في رفض أي محاولة للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية ووقف ضرورة كمان ووقف إطلاق النر وتأكيد على ضرورة توفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني وتقديم كل المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية اللي بيحتاجها المواطنين في قطاع غزة وده حقهم بالمناسبة حقهم الإنساني بجانب التحركات المستمرة لمعالجة جدور المشكلة واستعادة الحقوق الفلسطينية صحيح جمانا من اليوم الأول هذه الحرب الهمجية على قطاع غزة وكل الاتصالات اللي بيطلقاها السيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من قادة وزعماء العالم كانت بتركز بشكل أساسي على ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين بالإضافة طبعا للبعد الإنساني اللي عمره ما كان غايب أبدا عن السياسة المصرية نفاذ المساعدات الإنسانية دون أي عوائق لقطاع غزة والهدف الرئيسي لكل هذه المحادثات واللي دايما بتؤكد عليه الدولة المصرية على لسان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي هي ضرورة إحياء عملية السلام الجديد حل الدولتين التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية سبب غياب هذا الحل هو ما نراه الآن من حركة للمقاومة من اضطرابات شديدة وحرب في قطاع غزة الحل الحقيقي والأساسي اللي دايما بيعتبر ثابت من ثوابت السياسة المصرية هو العودة لحل الدولتين جمانا بكل تأكيد يمكن حسب كمان هنا حديث سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية بالنسبة للعالم العربي وأيضا ضرورة حل الدولتين لأن هو ده مصدر المشاكل اللي بيواجهها العالم العربي أو حتى مصدر الإرهاب في الشرق الأوسط أعتقد أن الرؤية المصرية الدعمة لحماية المدنيين والدعمة لقضية الفلسطينية نجحت بالفعل في تحويل بعض مواقف الدول الكبرى خصوصا مع استمرار القتل الممنهد للسكان المدنيين وبالأخص الأطفال نحن نرى جيش يواجه أطفال كلنا كمان فاكرين تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتارش اللي طالب فيه بوقف إطلاق النار في غزة اللي وصفة بأنها أصبحت مقبرة الأطفال ولا ننسى أيضا تصريحه بأنه حتى الحرب لها قواعد بالفعل حتى الحرب لها قواعد كم القنابل اللي تم قصفها على قطاع غزة توازي أو يعني تعدي كمان تزيد على القنابل اللي استخدمتها بلايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان 30 ألف طن من المتفجرات والقنابل ألقيت فقط على قطاع غزة الأحساب بتتكلم أنه كل عشر دقايق بيسقط طفل فلسطيني شهيد يعني نحن بنتكلم على أعداد كبير كل ست دقائق طفل وكل عشر دقائق امرأة والعدد وصل يعني مبارح طبعا العداد للأسف الشديد مستمر يا جمانة بنتكلم على عشر تلاف وخمسمائة شهيد يعني نحن بنتكلم على أرقام مفزعة حقيقة يعني في تاريخ الإنسانية في القرن اللي فات ما شفناش حرب لا في الحرب العالمية الأولى ولا التانية سقط فيها ضحايا بهذا العدد ومازال أيضا الجرحة في المستشفيات بما أنه النظام الصحي والقطاع الطبي فيه قطاع غزة شبه منهار شبه منهار يعني من المنتظر طبعا ربنا يسلم يا رب كل أهلنا في قطاع غزة لكن الوضع يشير إلى ارتفاع عدد الضحايا بالنسبة لأنه قطاع غزة القطاع الطبي فيه قطاع غزة شبه منهار خاصة كمان مع عدم دخول الوقود لقطاع غزة فإحنا أمام مشهد عبثي وكارتي خلينا بقى نبص حتى الامبارح بس خاصة في مستشفى أرانتيسي المستشفى الوحيدة التي تعالج مرضى السرطان من الأطفال يعني جرائم لا يمكن تبرها أي تعليق لا يمكن المنطق حتى يتعامل معها مشاهدين احنا بنتكلم على استهداف مباشر لمنشآت صحية ومستشفيات محمية بموجب القانون الدولي أو القانون الإنساني إذا كان فيه قانون إنساني في العالم فالمستشفيات هي أماكن محمية بموجب هذا القانون مش بس شفنا للأسف استهداف للمستشفيات بنشوف استهداف لسيارات الإسعاف اللي بتنقل الجرحة بنشوف استهداف مباشر لبارح كان مشهد مرعب لمحيط المستشفى الاندونيسي وإزاي المكان ده مش مكان بس للوجود المصابين ده مكان للجوء الإنساني يعني الساحة الخاصة عشان بيعرفين بس الصورة الساحات لهذه المستشفيات هي ساحات للجوء الإنساني الناس بتلجأ إليها طمعا في الحماية طمعا يعني هربا من هول القصف اللي بيشوفوه في كل لحظة فإنت بتضرب مدنيين بيحاولوا يعني ينقذوا حياتهم بيحاولوا يا جمانة بقدر الإمكان يعني يبعدوا عن أماكن القصف اللي موجودة الزريعة اللي بتسوقها إسرائيل أو اللي دايما بتروجها آلة الإعلام الإسرائيلي إنه المستشفى دي أماكن بيتحصن فيها قادة المقاومة وغير منطقية يعني حتى هذه الزريعة غير منطقية بالمناسبة نهيك كمان بقى عن اللعب بالمصطلحات ونهيك عن التصريحات المذبذبة والمتخبطة اللي بتخرج إن كان من الجانب الإسرائيلي اللي بالمناسبة بنلاقي تصريحات مختلفة من قادة حكومة الحرب أو ما تسمى حكومة الحرب الآن في إسرائيل أو حتى من الولايات المتحدة الأمريكية سمعنا بالأمس إنه بالفعل يعني توصلنا لهدنة أو لوقف إطلاق النار لمدة أربع ساعته ما يخرج بني مين نتانيا يقول لم نتوصل لهدنة أو لوقف إطلاق النار ولا حديث عن وقف إطلاق النار يعني فيه تخبط وتذبذب في المشهد العالمي غريب الحقيقة أمريكا يعني أمريكا لو عايزة ببساطة كده زي ما بقولوا بالبلد يعني لو عايزة توقف إطلاق النار حتتضغط على إسرائيل حتقول لها أوقف إطلاق النار لكن الغريب زي ما جمانا أشارت دلوقتي التعنط الإسرائيلي الغريب جدا غير المبرر إنه لا يمكن أن نوقف إطلاق النار إلا بعد خروج كل الأسرة الفلسطينيين من قطاع غزاني نتنياهو بيرفض في كل تصريح أو في كل مؤتمر صحفي إنه يحصل فقط وقف إطلاق النار دون خروج الأسرة من غزة بشكل كامل الأسرة الإسرائيلية وبنسبة المصطلحات زي ما أنت قلت جمانا النهاردة كمانا يكون معنا فقرة مهمة جدا عن الإعلام الإسرائيلي وإزاي اللعب بالمصطلحات وترويج بعض المصطلحات الخاطئة تماما حتى إحنا للأسف إعلاميا أو عربيا بنقع فيها يعني هما بيقولوا المخطوفين مثلا الإسرائيلي نحن بنقول الأسرة الإسرائيليين أو الأسرة الأجانب ففي بعض المصطلحات دي العمل عليها بيروج ليه رواية أو بيسموها كده السردية الإسرائيلية أو رواية الإسرائيلية للأسف من غير ما ناخد بنا الجمال المصطلحات بالفعل بتفرق الفرق بين الضحايا والشهداء والمخطوفين والأسرة تختلف بالمناسبة تختلف كثيرا وكل حاجة دي تكتيب قانوني ديها أسرة قانوني يعني كلمة أسرة غير المخطوف غير المحتجز طبعا حتى كان اللي تابع الفيديو كان فيه مقطع نشر بالأمس لأسرة أيضا من الإسرائيليين يتحدثون عن المعاملة اللي بيتلقوها من قبل كتاب القسام أو حماس المعاملة حتى تحدثوا عن فكرة أنه هم تضرروا من القصف الذي يحدث في قطاع غزة وتحدثوا أنه بنيامين نتارياهو غير مكترث تماما أصلا بحياتهم ولا حتى برجعهم المشهد حقيقي يحمل العديد من علامات الاستفهام ما بين هل بالفعل أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد وقف إطلاق النار أم تريد ولكنها لا تستطيع أن تضغط ولا هي بالفعل تضغط ولكن بنيامين نتارياهو لا يستجيب علامات الاستفهام كتير قوي فكرة إطلاق يد إسرائيل يعني هي دايما عايزة إسرائيل تنهي عمليةها العسكرية والهدف اللي قالته إسرائيل من اليوم الأول لجمانة وكلنا متابعين هو القضاء على حماس بشكل كامل واسترداد الأسرة الموجودين في قطاع غزة لغاية دلوقتي راح متكلم على 34 يوم يعني متكلم على الشهر التاني لم تتحقق هذه الأهداف والولايات المتحدة بتحاول تطيل أمد الحرب مبارح شفنا جالنت وزير الدفاع الإسرائيلي بكل صلف وبكل يعني عن جهية هو طالع على الهوى بيقول إحنا هنستمر في قصف غزة لو استمر هذا الأمر شهرا أو سنة أو سنوات لحتى نحقق النصر فطبعا مفهوم النصر من الجانب الإسرائيلي هو مفهوم إبادة غزة وعقاب الجماعي والإبادة لمحوا الفلسطينيين وطن بأكمله كأنه لا يوجد بشر أعتقد أنه هذا منطقة ضعفاء بكل تأكيد هل قدروا أن هم يكسروا عقيدة الفلسطينيين؟ لا طبعا لا ما قسرش هل قدروا حتى يخوفوا الأطفال؟ طبيعي يعني اللي بنشوفه هي مشاهد طبيعي غريزة بكل تأكيد لكن هل إرادتهم اتكسرت؟ لا عقيدتهم اتكسرت؟ لا إيمانهم اتكسر؟ لا عشان هم أصحاب الأرض هم أصحاب الحق المشاهد اللي شفناها حتى لأفراد المقاومة اللي بتخرج على رجليها تقدر أنها تتواجه أرطال موجودة على أرض غزة أعتقد يعني خلتنا كلنا أمام مشهد بالفعل نقف أمامه لسنين كتير قوي وتثبت أنه صاحب الأرض وصاحب العقيدة محد الشيء ده يوقفه مهما حصل ومهما حد حيث في التاريخنا كمان ما فيش أي حركة مقاومة انهزمت كل المستعمرين بينهزموا لكن ما فيش حركة مقاومة أبدا في التاريخ الإنساني بتنهزم ممكن يبقى فيه جولة تنهزم فيها بس في النهاية أصحاب الأرض هم المنتصرون دائما لأن احنا زي ما انت قلت أصحاب أرض وأصحاب حق كمان